طيب أحمد إذا كان إنهاء الحرب أو نقطة إنهاء الحرب ليست مقبولة للأطراف الإسرائيلية كافة سواء داخل الحكومة أو خارجها ما المقصود إذن بالأثمان الباهضة من وجهة النظر الإسرائيلية؟ فقد يحيى أشير تاريخيا إلى أنه معظم الاتفاقيات التي توصلت إليها إسرائيل لم تكن مقبولة على معظم أطراف المشهد السياسي الإسرائيلي على سبيل المثال اتفاق السلام مع مصر أيضا خرجت احتجاجات ضده من داخل اتلاف الحكومة الإسرائيلي في حينه وعبروا عن رفضهم لمعاهرة كام ديفيد وحتى للسلام مع مصر ولإخلاء مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء حتى الاتفاق الأخير الذي دفع فيه الاحتلال الإسرائيلي أثمانا أقل بكثير من الأثمان التي سيدفعها الآن عبر إتمار بينكفير عن معارضته وصوت ضده في الحكومة الإسرائيلية وأقصد صفقة تبادر الأسرة الأولى في هذه الحرب والوزير بيتسل إيرس موتريتش أيضا عبر عن معارضته لهذا الأمر قبل أن يتراجع عنها الأثمان الباهظة التي تتحدث عنها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهذا بحسب تقديرات وليس بحسب معلومات يحيى ربما تشمل إخلاء ممر نتساريم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الشمالي قطاع غزة بالإضافة إلى إنشاء ممر نتساريم الذي يفصل شمالية القطاع عن جنوبيه وبالتالي يتحكم بقطاع غزة وعتبر عسكريا أنه أكبر إنجاز لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن لم يكن الإنجاز الوحيد بالتالي السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع وفتح ممر نتساريم أمام النازحين الفلسطينيين وحتى نسحاب الاحتلال الإسرائيلي من هناك قد يفسر إسرائيليا على اعتبار أنه ثمن باهظ لابد من دفعه في مقابل التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية صنعت أصوات من ضباط إسرائيليين السابقين دعوا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نتحدث عن ضباط وازنين مثل إسرائيل زيف الذي كان رئيسا لشعبة العمليات أو لإدارة العمليات في الجيش الإسرائيلي بمعنى أو بآخر لا تتحرك دبابة في إسرائيل في السابق دون الحصول على موافقته أيضا ضباط مثل يادلن عاموس يادلن أيضا عبر عن موافقته أو دعوته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هؤلاء ضباط وازنون والاعتقاد في إسرائيل أن حديثهم عارة يكون بالتنسيق مع قارة الأجهزة الأمنية الحاليين في إسرائيل عبروا صراحة عن وقف هذه الحرب على قطاع غزة سنرى أنه كانت هناك أذان مصغية داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لكن يبدو وأقول هذا بحذر شديد لو كان الأمر متعلقا بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبمفاوضاتها لكان قد تم التوصل إلى اتفاق ليس الآن ربما أيضا في الأسابيع الماضية بحسب التسريبات الإسرائيلية أشكرك جزيلا شكر مراسل عربي أحمد دراوشة حدثتنا من القدس ترجمة نانسي قنقر